العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار معكم فيها سهام عصمان أهلا بكم إذن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس لديه في الوقت الحالي خطط مباشرة للسفر إلى الشرق الأوسط لكنه في حال زيارته فإنه سيزور دولا ربما ستكون سعودية ضمنها مضيفا بأن موقفه لم يتغير من موضوع حقوق الإنسان في المملكة إلا أن منصبه يحتم عليه التحرك لدعم السلام في الشرق الأوسط بحسب تعبيره ليس لدي خطط مباشرة الآن للسفر للشرق الأوسط ولكن دعوني أقول لكم إنني كنت منخرطا وأحاول جهدي لجلب استقرار وسلام أكثر للشرق الأوسط هناك احتمال أن أقوم بزيارة للقاء القادة في إسرائيل وقادة الدول العربية بمن فيهم السعودية إذا ما ذهبت إلى المنطقة ولكن ليس لدي خطط مباشرة لذلك الآن أنا هنا لن أغير منظوري فيما يتعلق بحقوق الإنسان ولكن كوظيفة لرئيس الولايات المتحدة فأنا أسعى لجلب السلام بقدر ما أمكنني ذلك للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عبر خدمة سكايب آدم إيرلي دبلوماسي أمريكي سابق سيد آدم إيرلي أهلا مرحبا بك بالتأكيد ويبدو أن الظروف الراهنة الظروف الدولية تحتم على الرئيس جو بايدن القيام بجولة أوسطية وبالتأكيد وبحسب تصريحات إعلامية فإن الرئيس جو بايدن سيزور هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط عموما وبالتحديد السعودية وبالتالي هل يمكن لهذه الزيارة تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وما الملفات على رأس الأولوية طبعا أمل بأن الرئيس بايدن سيزور المملكة العربية السعودية وأمل بأن مثل هذه الزيارة قد تحسن من العلاقات التي توترت بعض الشيء بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقد تمت الإشارة كذلك أنه إذا ما زار الرئيس بايدن الرياض فهو سيلتقي بالقادة السعوديين وكذلك القادة في مجلس التعاون الخليجي وهذا مهم جدا وقال الرئيس بايدن بأنه لم يعين رأيه عن الوضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ولكن قال كذلك فأنا رئيس الولايات المتحدة وأنظر في القضايا الأخرى كذلك فأعتقد بأن الرئيس بايدن أدرك بأنه لا يمكن أن يستمر بعزل المملكة العربية السعودية إذا كان يريد مساعدة السعوديين في حل عدد من القضايا الملحة حول العالم لسيما المرتبطة بالاشتياح الروسي لأوكرانيا والتعامل مع النزاع في اليمن والتعامل ثالثا مع الملف الإيراني سنأتي على كل هذه الملفات سيد آدم إيرلي ولكن من حيث دلالات التوقيت هل تعتقد بأن هذه زيارة أتت متأخرة نوعا ما بحسب سياسة إدارة بايدن رغم الملفات الشائكة التي تتقاطع من خلالها مصالح البلدين هناك نقطتان نقطة الأولى أنه من الأفضل أن تأتي من المتأخرة عوضا أن لا تأتي أبدا وثانيا أعتقد بأن التوقيت ربما جيد فلديك التضخم وأسعار الوقود ترتفع في الولايات المتحدة فرئيس بايدن تحتل كثير من الضغوطات السياسية لحل هذه المسألة ويمكن المملكة العربية السعودية أن تساعد كثيرا بزيادة إنتاج النفط إذن هناك اعتبارات محلية سياسية فتزيد من الضغوطات على رئيس بايدن كل يوم وأيضا هناك مسألة وقف طلق النار والهدنة في اليمن والتي تم تمديدها في الأمس وهذا يتطلب التعاون السعودي ونحن نصل إلى النقطة والمرحلة النهائية مع إيران ومع المحادثات التي انتهت دون أي تقدم مع إخفاق المباحثات النووية فهذا سيستلزم أيضا مساعدة السعودية فمع كل هذه الظروف فالظروف اليوم مواتية لتقارب جديد إذا كانت إدارة الرئيس بايدن تنتظر من السعودية مبادرات أو تعاون ضمن كل الملفات التي طرحتها سيد آدم إيرلي ماذا تنتظر السعودية من إدارة الرئيس بايدن؟ هذا سؤال وجيح قد ربما أفكر بهذا السؤال بشكل مختلف وأصيغه بأنه يمكن للولايات المتحدة أن لا تحتاج إلى التعاون السعودي ولم يحتاجون إليه كما يعتقدون يحتاجون إليه الآن فقد تخذت المملكة العربية السعودية مع ولي العهد سياسة خارجية مستقلة ومستقلة على الولايات المتحدة وأعتقد بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما يريده من الولايات المتحدة الأمريكية هي اعتراف بأنه يقود بلاده وأن على الولايات المتحدة أن تتعامل معه على أنه الملك المستقبلي للمملكة العربية السعودية وهذه أكبر أولوية لولي العهد السعودي وبحسب مكاناته في بلده وهذا سيعزز من مكاناته كذلك حول العالم بهذا السياق أعتقد بأن المملكة العربية السعودية تواقع للحصول على الدعم الأمريكي إذا كان هذا ما تريده تحديدا السعودية فإنها ربما تتوقع تنازلات من الرئيس بايدن خصوصا في ملف حقوق الإنسان هل برأيك إدارة بايدن ستحقق هكذا تنازلات مقابل ملفات أخرى ذات أولوية بالنسبة للسياسة الأمريكية كإيران من ثم اليمن وحتى روسيا وبعدها ملف طاقة وكذلك الغذاء بأن يغض الطرف كلا لا يحدث ذلك على أن تحدد العلاقة كذلك أجيب بالنفي إذا كان الرئيس بايدن يحتاج إلى محمد بن سلمان فهو يقول بأن مقتل خاشقجي لن يوقفني من أن أعقد لقاء معك وبأن هذا اللقاء سيرسل إشارة بأنه حتى وإن عترت على ما حدث مع خاشقجي فأعرف بأنه علينا أن نعمل مع بعض وأنت الشخص الذي سأعمل معه هذا سيكون فوز كبير للملكة العربية السعودية شكرا جزيلا لك سيد آدم إيرلي الدبلوماسية الأمريكية السابق حدثنا مباشرة من واشنطن كل شكرا شكرا أهلا بكم مشاهدين من جديد في ميناء العاصمة الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا في اليوم المئة إذن رأت وزارة الخارجية الأمريكية بأن أوكرانيا ستندصر في الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضدها وذلك بفضل شجاعة الشعب الأوكراني وتصميمه على المواجهة من أجل وطنه ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة قدمت ما يزيد عن 24 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا وهذا منذ فبراير من أجل الوصول إلى بلد ديمقراطي ومسقل وسيد ومزهر وقادر على الدفاع عن نفسه وردع مخططة العدوان جدد البيان دعوة الرئيس الروسي لإنهاء النزاع والمآسي التي سببها لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها لا يسعون لإطالة أمد الحرب والإضرار بروسيا ومواطنيها لكن من جانبه أعلن الكريملين بأن القوات الروسية ستستمر في حربها حتى تحقيق جميع أهدافها وذلك في اليوم المئة على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في حين أكد رئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بأن النصر سيكون حليف الأوكرانيين هذا ويستمر القتال في منطقة دومباس بواتيرة مرتفعة حيث لا تزال المعارك دائرة في مدينة سيفرودونيسك والمناطق المحيطة دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه المئة بعدما تمكنت القوات الروسية من احتلال 20% من الأراضي الأوكرانية باعتراف كييف وهي تسعى للسيطرة على المزيد في منطقة دومباس شرق البلاد التي تشهد ارتفاعا كبيرا في مستوى القتال الدائر فالرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي خرج في مناسبة مرور الأيام المئة ليؤكد أن النصر وسيكون حليف الأوكرانيين لافتا إلى أن قوات بلاده لا تزال تقاتل بشراسة في مدينة سيفرودونيسك حققنا بعض النجاح في معركة سيفرودونيسك لكن الحديث عن استعادة المدينة والانتصار هناك لا يزال مبكرا جدا فهذه أصعب منطقة في الوقت الحالي الوضع صعب في سيفرودونيسك كما هو الحال في المنطقة المحيطة سيما في ليسيتشانيسك وفي بخموت حيث أن الوضع لم يتغير كثيرا وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت أن الجيش الروسي يكثف حشد قواته تحضيرا لهجوم محتمل على ناحية سلوبوزانسك شمال منطقة دونباس في وقت كثف من قصفه الصاروخي على مدينة سلوفيانسك ما أدى إلى سقوط عدد من الجرح المدنيين ووقوع أضرار في البنى التحتية للمدينة أما في إقليم دونتسك المجاور فقد أعلنت الوزارة التصدي لخمس هجمات للقوات الروسية على محاور القتال في وقت ارتفع فيه القصف المدفعي على البنى التحتية المدنية في منطقة الإيمان وقد أشار وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف أن الكراملين يحاول نقل الحرب إلى مرحلة طويلة الأمد من خلال نصب دفاعات متعددة المستويات في المناطق المحتلة بجنوب البلاد بدلا من محاولة التقدم إلى الأمان في المقابل أعلن المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف بمناسبة اليوم المائة للحرب أن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها وأهمها حماية الناس فيما أسماه جمهوريتين دونتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية الانفصاليتين وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت في اليوم المائة من الغزو الروسي لأوكرانيا أن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في الاستلاء على كييف ومراجز الحكومة الأوكرانية لكنها تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس وتسيطر على أكثر من 90% من إقليم لوغانسك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد من أن من الضرورية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا كما أوضح بايدن بأن الولايات المتحدة لن تتخذ أي قرارات بشأن أوكرانيا نيابة عن الأوكرانيين جاء هذا تصريح ردا على سؤال ما إذا كان يتعين على أوكرانيا التخلي عن بعض أراضيها لروسيا مقابل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في المنطقة بايدن قال كذلك إن الغزو الروسي على أوكرانيا تسبب في ارتفاعه لأسعار المواد الغذائية وأدى كذلك إلى توقف شحنات الحبوب أفاد مراسلنا في واشنطن بأن مسؤولين بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي كشفوا بأنها تلقت 45 ألف طلب من عائلات أمريكية لاستقبال لاجئين أوكرانيين تحت غطاء برنامج إدارة رئيس بايدن لاستقبال لاجئين من أوكرانيا ممن لديهم أقارب أو مستقبلين داخل البلاد وأوضح المسؤولون بأن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة حتى الآن بلغ 6500 لاجئ وهذا منذ تاريخ إعلان واشنطن برنامجا خاصا لإيواء لاجئين أوكرانيين في الخامس والعشرين من إبريل الماضي وللمزيد حول ذات الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رابح فلالي أهلا رابح رابح حدثنا بشكل عام عن الإجراءات التسهيلية التي يتم من خلالها جلب هؤلاء أو استقبالهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل سهام هناك جهود تحدث على مدار الساعة وعلى جميع المستويات على مستوى شعبي إدارة بايدن رفعت كل القيود التي كانت قد وضعت سابقا والتي تتعلق بنظام استقبال اللاجئين داخل الولايات المتحدة حيث جعلت من الرغبين كعائلات أمريكية أو كمنظمات إنسانية في استقبال اللاجئين داخل الولايات المتحدة من أوكرانيا قادرين على تقديم طلبات الإيواء بشكل مباشر إلى مصالح الهجرة الأمريكية هذا في الجانب القانوني والجانب الشكلي على مستوى الإجراء مصالح الهجرة الأمريكية أعلنت أنها خصصت ثلاثة مئة موظف يعملون على مدار الساعة على ملفات التي تقدمت بها العائلات الأمريكية للمصالح المعنية قصد تسهيل استقدام اللاجئين الأوكرانيين إلى داخل الولايات المتحدة ولذلك حتى الآن الذين وصلوا البلاد يقاربون الستة ألاف وخمسمائة لاجئ لكن مصالح الهجرة أيضا تقول أنها أعطت الموافقة لسبع وعشرين ألف أوكراني آخر بدخول الولايات المتحدة وأن التصريحات القانونية الخاصة بهؤلاء قد تم اعتمادها بشكل كامل هذه الأرقام يقول المختصون هنا في واشنطن أنها سوف تجعل خلال الثلاثة شهور القادمة أي بنهاية الصيف الحالي إدارة بايدن قادرة على الوفاء بذلك الالتزام الذي كانت قد أقرته وهو استقبال مئة ألف لاجئين عندما أعلن الرئيس بايدن في جولته الأوروبية قبل أسابيع أن الولايات المتحدة ملتزمة باستقبال مئة ألف لاجئ أوكراني من هذه الحرب داخل البلاد أمر آخر يمكن الإشارة إليه أن الذين تقدموا من العائلات الأمريكية الآن يقاربون الخمسين ألف عائلة في الوقت الحاضر وكل هذه العائلات والمنظمات الإنسانية والمنظمات الخيرية المحلية والفيدرالية أيضا جميع هؤلاء قدموا تلك الأوراق المطلوبة من مصالح الهجرة لاستقبال لاجئين أوكرانيين في البلاد كل هذه الإجراءات يقول بشأنها مختصون في ملف اللجوء داخل الولايات المتحدة أن تجعل من هذه العملية واحدة من أسر عمليات اللجوء التي تمت في التاريخ الأمريكي الحديث وهذا شق إنساني راهنت عليه إدارة الرئيس بايدن كثيرا أثناء حديثها عن الموقف الأمريكي من هذه الأزمة عندما قالت أن القيادة الأمريكية للمساعدة الأوكرانية في هذه الحرب لن تقتصر فقط على الشق العسكري والشق الاقتصادي إنما الريادة الأمريكية أيضا سوف تكون ملتزمة بريادة في الشق الإنساني سهان كل الشكر لك على هذه المعلومات رابح فلالي مراسلنا من واشنطن أهلا وسهلا إذن يحل اليوم المئة على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا حاملا معه محطات عدة طابعة هذا الصراع الذي خلف خسائر بشرية ومادية هائلة فكيف تطورت هذه الحرب خلال الأيام المئة الأولى؟ إذن فجر الرابع والعشرين من فبراير أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما أسمه عملية عسكرية للدفاع عن جمهوريتين لوغانسك ودونسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا بعدما أقر باستقلالهما قبل ثلاثة أيام في السادس والعشرين من فبراير تلقى الجيش الروسي أمرا بتوسيع نطاق هجومه على أوكرانيا في كافة الاتجاهات من أوكرانيا في اليوم نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي شراء أسلحة وتسليمها مباشرة لأوكرانيا في خطوة غير مسبوقة كما فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا تم تشديدها مع مرور الوقت أما في الثامن من مارس فأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حضرا على الغاز والنفط الروسيين في وقت رفض قادة دول الاتحاد الأوروبي مطلب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي لانضمام بلاده سريعا إلى الاتحاد في الحادي والعشرين من مارس بدأ الاهتمام الدولي يكبر بما يجري في ماريو بول حيث قصفت القوات الروسية حضانة ثم مصرح كان يضمان مدنيين في حين حصر عشرات الآلاف المدنيين داخل المدينة في ظل أوضاع إنسانية سيئة في الخامس والعشرين من مارس أعلنت موسكو الانسحاب من محيط كييف ومناطق الشمال لتركز جهودها الحربية على ما وصفته بتحرير دومباس بشرق أوكرانيا أما في الرابع عشر من أبريل غرق الطراد الروسي موسكوفا في البحر الأسود وفي وقت أعلن الأوكرانيون إغراق السفينة جراء ضربة ساروخية ادعت موسكو بأن حريقا ناجما عن انفجار ذخائر هو ما تسبب في غرق هذا الطراد أما في العشرين من مايو فأعلنت موسكو السيطرة على مصنع أزوفستال في ماريو بول بعد استسلام آلاف الجنود الأوكرانيين داخله وتم نقلهم إلى معتقلات خاصة وسط رفض روسي لمعاملتهم كأسرى حرب أما ثلاثون من مايو فشهد تواصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بخفض ورداته من ضفط الروسي بنحو تسعين في المئة بحلول نهاية هذا العام في تعتبر الولايات المتحدة هدف لألف الهجمات الإلكترونية يوميا العديد منها نشأ من روسيا ومع تواصل تصاعد مسواء التوتر بين واشنطن وموسكو بشكل أكبر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا يخشى خبراء من هجمات إلكترونية روسية واسعة النطاق على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية تركت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا النظام المالي الروسي في حالة خراب وفق خبراء ويخشى هؤلاء من أن ينتقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من واشنطن عبر سلاح الحرب الإلكترونية التي تتقنها بلاده لدينا قدرات هجوم إلكتروني جيدة جدا لكن قدراتنا الدفاعية ضعيفة جدا انضمت تايلان إلى الحكومة الأمريكية في عام 2016 للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي منذ ذلك الحين يقول إنه أصيب بخيبة أمل إزاء قدرة الحكومة على حماية أنظمتها الإلكترونية ويقول إن الوضع في بعض الشركات الخاصة الداعمة للحكومة ليس أفضل بكثير ما تره في النهاية هو أن الكثير من هذه الشركات تجعل هذه الأنظمة قابلة للوصول من الانترنت لأنها لا تملك ما يكفي من الخبراء لصيانتها محليا لذلك يتعين عليهم إرسال الأشخاص عن بعد لربط الأنظمة وهذا يفتح الباب أمام مخاطر الانترنت الهائلة ويقول تشايلان إنه من الممكن أن يكون خصوم واشنطن الجيوسياسيون قد زرعوا بالفعل أدوات إلكترونية في الأنظمة الأمريكية يمكن تفعيلها في وقت حرج في المستقبل نعلم أن هناك الكثير من الحالات التي كانت فيها الصين وروسيا داخل أنظمة الولايات المتحدة لأشهر إن لم يكن لسنوات في الواقع ربما يكونون داخل أنظمة البنية التحتية الحيوية في الوقت الحالي خبراء آخرون يرون أن تأثير مثل هذه الهجمات الإلكترونية قد يظل مقيدا بالجغرافيا وقطاعات البنية التحتية المتأثرة أي أن تأثر قطاع في منطقة واحدة قد لا يؤثر على بقية المناطق في المقابل يرى خبراء أن سيناريو هذا الهجوم أمر مستبعد استنادا على نظرية أن القوى العظمى تمتنع عن الإنخراط في عمليات تبادل هجوم إلكترونيا كاملة وذلك بسبب مبدأ التدمير المتبادل المؤكد حيث سيواجه أي هجوم من قوة عظمى برد صاحق من القوة الأخرى يدمر كلا البلدين هذا ويترقب الروس العاصمة الاقتصادية الناجمة أو العاصفة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الغربية حيث تواجه موسكو سلسلة مشاكل اقتصادية تشمل نقصا في مختلف سلع أبرزها الأدوية في ظل ارتفاع نسبة تدخم إلى 17.8% في إبريل وهو أعلى معدل له منذ عشرين عاما فيما كان قطعاء الطيران وسياحة الأكثر تضررا من تلك التدعيات بعد قطع خطوط الرحلات الجوية المباشرة مع أوروبا مع انقضاء مئة يوم على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يتأرجح الاقتصاد الروسي بين تدعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوروبية ورغم أن تدفق ملايين الدولارات من صادرات النفط والغاز على شكل احتياطات مالية ونقود منح موسكو شعورا بالاطمئنان النسبي فإن خبراء الاقتصاد يهرون بأن التداعيات الأسوأ للعقوبات لم تأتي بعد وعصفت العقوبات الغربية من المتوقعة أن تضع اقتصاد روسيا على حفة الهوية في الشارع الروسي بعيدا عن بيانات الدوائر الرسمية تبدو المؤشرة أكثر وضوحا لتداعيات العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوروبية حيث بات العثور على القطع الأجنبية التي يحتاج إليها الروس أكثر صعوبة في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 30% على الأقل بعد توقف صادرات العديد من العلامات التجارية إلى روسيا حكومة الكريملين من جهتها مصر على أن الأضرار الناجمة عن العقوبات ستكون مؤقتة والاقتصاد الروسي سيخرج من الأزمة رغم أن واقع الحال يتحدث عن انكماش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام وتحديات بالجملة يواجهها الروس من نقص الصلاع أبرزها الأدوية إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 18% في أبريل وهو أعلى معدل له منذ عشرين عاما قطاع الطيران والسياحة الأكثر تضررا من تلك التداعيات بعد قطع الرحلات الجوية المباشرة مع أوروبا أهلا بكم مشاهدين من جديد قال الممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية سون كيم إنه من الواضح بأن الصين وروسيا ليستا مهتمتين بالعمل مع الولايات المتحدة لإدارة ترسانة كوريا الشمالية النووية والساروخية وقال كيم إنه من مصلحة الصين وروسيا التعاون مع واشنطن التي لا تزال تسعى لتواصل معهم للضغط على بيونج يانج وتأتي تصريحات كيم بعد أن استخدمت بيكين وموسكو حق النقض ضد اقتراح أمريكي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية من المرتقب أن يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع نظيره الصيني ويفينجي في وقت لاحق من الشهر الجاري في سانغافورا وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته قال إن وزيري الدفاع سيركزان خلال لقائهما على مسألة إدارة المنافسة وأضاف بأن بيكين طلبت رسميا عقد اجتماع بين الوزيرين على هامش قمة شانغريلا للحوار الأمني الآسيوي وكان الوزيران قد تحدث هاتفيا إبريل الماضي أدخلت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا على موقفها من قضية تايوان والتوتر مع الصين وقالت الوزارة إن موقفها ينسجم مع تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكين التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان مضيفا بأن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن من أي طرف وتأمل أن يتوصل طرفان لحل بالوسائل السلمية مرة أخرى أدخلت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا حول الموقف من تايوان بخصوص عدم دعم الاستقلال الرسمي للجزيرة التي تدعي الصين أنها تحكمها ديمقراطيا في الشهر الماضي أزالت الخارجية الأمريكية الصياغة الخاصة بكل من عدم دعم الاستقلال التايواني والاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين وهو ما أثار غضب بكين متحدث باسم وزارة الخارجية قال إن التحديث الأخير يعكس خطاب وزير الخارجية أنتوني بلينكين الأخير بشأن الصين والذي قال فيه إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وأضاف بلينكين أن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن من أي طرف وأن واشنطن لا تؤيد استقلال تايوان ويحدوها الأمل في حل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية مسؤولون أمريكيون تبنوا هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة قائلين إن السياسة طويلة الأمد لم يطرأ عليها أي تغيير في عام 2005 أقرت الحكومة الصينية قانونا يمنح بكين الحق في تنفيذ أي عمل عسكري في حال تأكدت الصين من أن جزيرة تايوان انفصلت عنها أو هي على وشك الانفصال وتقول حكومة تايوان إن 23 مليون شخص فقط من سكان الجزيرة لهم الحق في تقرير مستقبلهم وإنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لأي هجوم أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن باستحداث الولايات المتحدة لثلاثمائة وتسعين ألف وظيفة شهر مايو الماضي وأشدد بايدن على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد يسمح له بمعالجة أزمة تضخم وارتفاع الأسعار وأوضح بايدن بأن قراره الإفراج عن كميات مهمة من الاحتياطي لاستراتيجيا النفطي حال دون مزيد من الارتفاع في أسعار الوقود الرئيس الأمريكي جو بايدن واني اعتبر استحداث ثلاثمائة وتسعين ألف وظيفة في شهر مايو الماضي مؤشرا جيدا على تقدم وطيرة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا فإنه لم يخفي إدراكه لآثار التضخم وارتفاع الأسعار على ثقة المستهلك الأمريكي أعلم أنه على الرغم من الأخبار الجيدة فإن أمريكيين كثيرين يشعرون بالقلق وأنا أتفهم ذلك الشعور ولا أحد ينكر أن ارتفاع أسعار الوقود والأغذية مشكلة حقيقية للأمريكيين لكن بوسع الشعب الأمريكي أن يشعر أيضا بالثقة في أننا قادرون على معالجة هذه التحديات إن التقدم الذي حققناه على المسار الاقتصادي يسمح لنا بالتعامل مع التضخم من موقع قوة ورغم أن معدل البطالة بقي مستقرا عند نسبة 3.6% فإن استمرار انتعاشي أسواق التوظيف بدد ولو جزئيا المخاوف من أن قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم ستؤثر على حيوية الناشاط الاقتصادي إن بإمكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي استخدام الوسائل التقريدية المتاحة لديه للحد من التضخم وهي رفع سعر الفائدة وكلفة الاقتراض من أجل تهديئة النشاط الاقتصادي وهذا ما حدث أيضا في الثمانينات عندما رفع رئيس المجلس الاحتياطي أنذاك سعر الفائدة بشدة ما أدى إلى القضاء على التضخم ولكن المقابل كان ركودا اقتصاديا إشادة الرئيس الأمريكي بتقرير الوظائف الشهري تأتي ضمن سلسلة من التصريحات والفعاليات التي يكثفها البيت الأبيض بهدف إبراز إنجازاته الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس التي يتوقع أن يهيمن عليها التضخم كقضية محورية في ظروف عادية يكون انتعاش سوق التوظيف مؤشرا على قوة الاقتصاد لكن العوامل التي أفرزتها الجائحة والحرب الروسية على أوكرانيا جعلت التضخم عائقا لعجلة التعافي الاقتصادي هيشان برار الحراء البيت الأبيض هذا وتسبب ارتفاع معدل التضخم وأسعار الوقود إضافة إلى مشاكل سلاسل توريد في الولايات المتحدة تسبب في ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة لدى الأسر الأمريكية والتي باتت تلجأ إلى المؤسسات الخيرية لاختناء ما تحتاجه من المواد الغذائية غير أن تلك المؤسسات باتت عاجزة عن تلبية طلبات المحتاجين أفادت إحصائيات للمعهد الحضري الأمريكي أن واحدا من ستة أمريكيين صار يلجه إلى المؤسسات الخيرية لاقتناء حاجياته من المواد الغذائية وهو معدل أعلى مما كان عليه قبل جائحة كورونا وأصارت الأسر الأمريكية ذات الدخل المنخفضة غير قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الارتفاع الكبير للتضخم وارتفاع سعر البنزين علما أن هذه الأسر تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الضروريات بينما يشكل الطعام وحده ما يقرب من ثلث ميزانيتها غير أن المؤسسات الخيرية التي ترعى توزيع المواد الغذائية باتت تعاني من ضغط كبير من قاصدها بسبب ارتفاع الطلب في وقت تواجه تراجعا كبيرا في التبرعات وتأخر وصول المخزونات الغذائية بسبب مشاكل سلاسل التوريد التي تسببت في تأخر وصول المشتريات في وقتها ناهيك عن ارتفاع تكاليف النقل وقد أعلن وزير الزراعة طوم فيلساك الأربعاء عن ميزانية جديدة بقيمة ملياري دولار لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي وتشعر إدارة الرئيس جو بايدن بضغط كبير جراء الارتفاع الفاحش في الأسعار وأثره على الأسر الأمريكية وأسبق لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلان أن صرحت عقب اجتماعها مع الرئيس بايدن هذا الأسبوع أن الرئيس يعرف جيدا الأعباء التي يسببها التضخم المرتفع على الأسر الأمريكية وزيادة على رفع معدلات الفائدة التي أقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي للتحكم في معدلات التضخم يدرس البيت الأبيض مقترحات بفرض ضرائب على أرباح النفط والغاز الاستثنائية من أجل توفير دعم للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة عبر رئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه لتعليق الملياردير إيلون ماسك عن شعور سيء لديه إزاء الاقتصاد وقال مازحا أنه يتمنى لماسك حظا سعيدا في رحلته إلى القمر قال بايدن أنه في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك تزيد شركة فورد استثماراتها وبشكل كاسح وتنتج سيارات كهربائية جديدة وهناك ستة ألاف فرصة أوجدتها فورد في الغرب الأوسط وكانت رويترز كشفت عن رسالة أرسلها ماسك لمدراء شركته شركة تيسلا الصداعية لصناعة السيارات الكهربائية قائلا أنه ينتابه شعور سيء هائل عن الاقتصاد ويحتاج إلى خفض الوظائف في الشركة بنحو عشرة في المياه ينضم إلينا الآن من ولاية ميريلاند عبر خدمة سكايب الدكتور شاه مهرابي أستاذ الاقتصاد في كلية مونتي ميكري بولاية ميريلاند دكتور أهلا مرحبا بك مع ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وكذلك ارتفاع نسبة التضخم هل سنشهد ربما تحركا من إدارة الرئيس بايدن لمنع ارتفاع هذه الأسعار وما الذي يمكن أن تقوم به الإدارة في الوقت الراهن شكرا جزيلا لدعوتي يسعدني أن أكون معكم ومع جمهوركم من الهام أن نستذكر بأن التضخم هو ما يعنى به أيضا مجلس الاحتياطي هناك تدابير قليلة من الناحية الضرائبية يمكن للرئيس أن يتخذها من أجل كبح جماح التضخم إذن على المرء أن ينظر إلى سبب هذا التضخم وما هي الحديات القادمة من أجل مكافحة التضخم أعتقد بأن المجلس الاحتياطي يحاول ومن خلال سياساته تخفض هذا التضخم وأيضا تجنب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة يفعلون ذلك برفع مستويات الفائدة من أجل تلافي ما يقول عنه الاقتصاديين بأنه هبوط نعم وأن يكون العمالة بمستويات عالية وتخفض التضخم بمستويات يمكن إدارتها إن كل التوقعات يمكن أن تشير إلى خفض البطالة إلى مستويات 3.6% والتضخم إلى مستويات حوالي الأربعة من المائة ولكن دكتور لو سمحت لي دكتور نحن نعلم جيدا أن التضخم هاجس الأكبر للأمريكيين خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع خصوصا أسعار الوقود رغم تطمينات الرئيس بايدن بأن هذه المرحلة ربما هي مرحلة آنية وليست مستمرة وبالتالي بحسب المعطيات الراهنة إلى أين تتجه الأمور؟ هل فعلا الوضع الراهن تحت السيطرة؟ عليك أن تظهر إلى البيانات وما تظهره البيانات واحتمالية ما قد يحدث هذه السنة وفي جزء من السنة القادمة إن تقرير العمالة إذا ما نظرت إليه اليوم يمكن أن تجادلي بأنه من الممكن أشدد هنا من الممكن بأن سوق العمالة حسب هذه البيانات هو سوق قوي جدا وقد تم إضافة 6.6 ملايين وظيفة اليوم وإن تسريح العمال مرخفت جدا وبذلك نمو سوق العمالة استنادا إلى تقرير الذي صدر اليوم يمكن أن نجادل بأنه منح مجلس الإحتياطي أفقا بإمكانية رفع مستويات الفائدة وخفض أدى الضخم وعدم الاكتراس إلى ما قد يحدث ما يسميه الاقتصاديون الركود وإذا ما نظرت إلى البيانات من الخمسينيات من القرن الماضي والبيانات التاريخية تشير إلى أنه عندما يرى الاقتصاديون تدخم عالا وعمالة مرتفعة فيتدخل البلاد في مرحلة ركود أما اليوم فالضروس مختلفة عما حدث في الخمسينيات من القرن الماضي في أن يكون هناك غبوط نعم لهذه الحالة ممكن فإذا ما نظرت إلى الناس وأعداد الوظائف وهناك نقص كبير في اليد العاملة من أجل الاطلاع بالمهام في سوق العمل فإذا أخذت هذه الصورة عليك أن تفهم كذلك ما هي جذور هذا التدخم فالتفسير التقليدي بأن هناك الكثير من المال والسلع قليلة وما يحدث هنا بأن توريد الناتج في الاقتصاد أقل مرونة وبذلك هناك طلب قوي والطلب القوي يشير إلى ارتفاع مستويات المعاشات ومن أجل التصدي لهذه المسألة يجب أيضا توفير اليد العاملة ومع ازدياد المعاشات هذا أيضا يؤدي إلى التدخم صحيح ولكن ما الوسائل المتحدة لو سمحت لي في نقطة مهمة جدا حاول أن تبسط من الموضوع أكثر ليفهمنا المستمع بشكل سالس الفكرة لو نتحدث أكثر عن موضوع الأسعار ما الوسائل المتاحة ربما أمام إدارة الرئيس جو بايدن لخفض الأسعار مع ارتفاع نسبة التدخم هل هذا المتاح في الفترة المقبلة أموتيرة ارتفاع الأسعار والتدخم ستكون بشكل أسرع أو بشكل أطول إن صح التعبير وتمتد لسنة المقبلة أعتقد بأنه علينا أن نفهم بأن هذا التدخم ليس فقط ظاهرة تعاني منها الولايات المتحدة إنها ظاهرة عالمية فأوروبا تواجه التدخم كذلك وفي مراتق أخرى من العالم نرى عوامل إضافية تؤدي إلى هذا البؤس في الوضع الاقتصادي حول العالم وهو ارتفاع سعار الطاقة فملظمة أوباك ستلتقي من جديد لتصدي الارتفاع سعار الناطق إذن السعار للحبوب أيضا مرتفعة من شراء الحرب الروسية على أوكرانيا وأيضا مع عرقلة سلاسل التوريد كلها أدت إلى هذه الظاهرة الجديدة في الإقصاد وأيضا ما حدث في الصين في شانكهاي مع الإقفال لمدة شهرين هذا أيضا أثر على سلاسل التوريد فلستم متأكد ما سيفعله الرئيس بايدن هو بتشجيع المملكة العربية السعودية إذا يزور هذا البلد بزيادة إنتاج النفط وتوريده وهذا سيخفف من وطأة أسعار الطاقة المرتفعة في الولايات المتحدة وأيضا أن يكون الرئيس بايدن بالحصول على جواب مفيد من المملكة العربية السعودية بالنسبة لمسألة إنتاج المزيد من النفط في الأسواق هذا قد يؤدي إلى انفراج في الولايات المتحدة وأيضا سيكون له أثر على أسعار الطاقة في أوروبا على أوروبا أيضا أن تكون في موقف بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي أن يتمكن من استخدام الأدوات المتاحة لهم لخفض أسعار الفائدة لأن الطلب مرتفع شدا ويجب تقليصه قليلا دكتور شاه مهرابي أساد الاقتصاد من ولاية ميريلاند شكرا جزيلا على وقتك دكتور شكرا جزيلا وفي موضوع آخر قالت المتحدث باسم الخارجية أو قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايز قال إن حقوق الإنسان عالمية وإنه لا ينبغي أبدا تقييد احترام حقوق أي شخص بناء على توجهه الجنسي أو هويته أو تعبيره الجنسي أو خصائصه الجنسية وجاء تصريح برايز تعليقا على استدعاء الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال الأمريكي على خلفية تغريدات تتعلق بالمثليين حيث أضاف بأن واشنطن تتقدم وبفخر في الجهود حول العالم لحماية الأفراد وجميع الأفراد مما في ذلك المنتمين إلى مجتمع المين شهدت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري 232 حادث إطلاق نار جماعي خلفت العشرات من القتلى والمصابين وتفيد آخر إحصائيات رسمية بأن حوادث إطلاق النار عرفت منحة تسعودي غير مسبوك في الأعوام الأخيرة يقابله جمود في جهود المسؤولين لتوافق على تشريعات قد تحد منع في السلاح عشرون حادث إطلاق نار جماعي سجد في الولايات المتحدة منذ الحادث المروع في الخامس والعشرين من مايو في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس حيث قتل 19 تلميذ وأستاذتان في إحدى أبشع حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة ومنذ بداية العام الجاري يقتل أكثر من شخص واحد يوميا في حوادث إطلاق النار الجماعية والتي يقصد بها الحوادث التي يصاب أو يقتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر من دون مطلق النار حسب مؤسسة أرشيف عنف السلاح في الولايات المتحدة ولا يكاد يمضي أسبوع واحد خلال هذا العام دون تسجيل أربعة حوادث إطلاق نار جماعي على الأقل وارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في عام 2021 إلى 700 حادث في حين قدر عدد الحوادث ب611 حادث في 2020 وب417 حادث في 2019 ومنذ مأساة مدرسة سانديهوك الابتدائية في ولاية كينيريكت عندما قتل شاب مختل عقليا في العشرين من العمر ستة وعشرين شخصا من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الست وسبع سنوات منذ تلك الحادث سعى مسؤولون أمريكي للدفع نحو اعتماد تشريعات من شأنها أن تحد من عنف السلاح لا سيما في المدارس لكن دون جدوة وطلب الرئيس الديمقراطي حينذاك باراك أوباما من نائبه جو بايدن قيادة جهد لتقديم مقترحات ملموسة للحد من عنف السلاح لا يمكن أن يكون ذلك ذريعة لعدم المحاولة لكن وبعد عشرة أعوام يجد الرئيس جو بايدن نفسه يكرر المقترحات ذاتها على خصومه الجمهوريين على أمل قبولهم هذه المرة المضي قدما في التفاوض بشأن تشريع يحد من العنف المسلح لا سيما بعد الألم الذي خلفته مجزرة مدرسة تيكساس غير أن مراقبين يستبعدون الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بالنظر لموقف الجمهوريين الداعم لحمل السلاح الذي يكفله التعديل الثاني من الدستور الأمريكي وأيضا بالنظر لاقتراب موعد انتخابات نوفمبر المقبل إذ يخشى المشرعون من عواقب تأييدهم لتشريع يقيد الحق في حمل وامتلاك السلاح أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة تسجيل 21 إصابة بجدرية القردة في البلاد حيث يمكن أن يكون المرض الذي سجلت أكثر من 700 إصابة به في العالم بصدد التفشي محليا جدر القرود يدق ناقوس القلق في الولايات المتحدة ومسؤول الصحة يحثون الأطباء على اختبار جدر القرود إذا اشتبه في حدوث حالات قد تنتشر على مستوى المجتمع إلا أن السلطات الصحية أكدت في ذات الوقت على أنه من السابق لأوانيه القول ما إذا كان المرض سيصبح وباء وأن المخاطر الصحية العامة لا تزال قائمة في السياق ذاتها أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإبلاغ عن 21 حالة إصابة في 11 ولاية تم عزل المرض على الفور لمنع انتشار العدوى في وقت لم يتم فيه الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن وهو ما دفع السلطات الصحية إلى رفع منسوب القلق وتحشيد جهود الأطباء والباحثين للتصدي لانتشار عدوى المرض قبل أن يتحول إلى وباء فيما يسعى خبراء الصحة العام العالميين لمعرفة المزيد عن كيفية بدء تفشي المرض عالمياً وكيف ينتشر الآن داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى وأكد مركز السيطرة على الأمراض أن جدار القروض ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس مؤكداً استمرار المراقبة لتطورات عدوى المرض وحجم انتشارها في ظل تأكيدات إدارة بايدن عن وجود لقاحات وفيرة لجدر القروض في المخزون الوطني الستراتيجي للولايات المتحدة ستقدم للأشخاص الذين لديهم اتصال عالي الخطورة مع الأفراد المصابين وذلك لمنع انتقال الفيروس